بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الاستبداد السعودي من الشرعية الدينية إلى شرعية الأمر الواقع أولا الشرعية الوهابية يستمد النظام السعودي شرعيته الأساسية من التحالف التاريخي بين آل سعود وآل الشيخ الشيخ مقصود فيهم محمد بن عبد الوهاب هذا التحالف تم في أواسط القرن الثامن عشر الميلادي سنة 1745 عندما آوى محمد بن سعود أمير قرية الدرعية في نجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحماه وتحالف معه على نشر الدعوة الوهابية حيث قال الشيخ للأمير في أول لقاء معه إن أهل نجت اليوم مشركون جاهلون ومقسمون ومختلفون يقاتل أحدهم الآخر آمل أن تكون الإمام الذي يجتمع حوله المسلمون وأن يكون أولادك من بعدك أئمة متوالين فرحب به الأمير ابن سعود وأعلن استعداده لنصرته ووعد شيخ الأميرة بملك نجد أو الجزيرة العربية وقدم له الدعم وأضفى صفة الشرعية الدينية على نظام حكمه القائم بالفعل وهو أمير قبل كان يعني وعندما توفي الأمير جعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الأمر بيد ابنه عبد العزيز ثم بيد ابنه عبد الله وهناك رواية أخرى يذكرها المؤرخ السعودي حسن الريكي صاحب كتاب لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب توفي سنة 1817 هذا الكاتب وهو كاتب معاصر للدولة السعودية الأولى تتحدث عن أقد الشيخ صفقة صريحة مع الأمير محمد بن سعود حول تقاسم السلطتين الدينية والسياسية والاتفاق على توارثهما معا في عائلتي الشيخ والأمير وأن الشيخ قال لابن سعود أريد منك عهدا على أن تجاهد في هذا الدين والرئاسة والإمامة فيك وفي ذريتك وأن المشيخ والخلافة في الدين فيي وفي آلي من بعد أبدا بحيث لا ينعقد أمر ولا يقع صلح أو حرب إلا ما نراه كذلك فإن قبلت هذا فأخبرك أن الله يطلعك على أمور لم يدركها أحد من أعظماء الملوك وسلاطين فقال الأمير ابن سعود قبلت وبيعتك على ذلك وهذه الرواية تفسر التحالف التاريخي بين آل سعود وآل الشيخ ذلك التحالف السياسي الديني العائلي الممتد حتى اليوم وتكشف في نفس الوقت أساس الشرائية الدينية التي يقوم عليها النظام السعودي وهو الدفاع عن الحركة الوهابية والوفاء لآل سعود والوفاء لآل الشيخ عفوا ومن هنا تعتبر مضاوي الدكتورة مضاوي الرشيد ذلك التحالف بدعة سياسية وتقول أن الوهابية دعمت بدعتين من أكثر البدع السياسية المثيرة للجدل والمسيطرة في الوقت نفسه في الوقت عينه في التاريخ الإسلامي وهما تتمثلان في الحكم الوراثي وفي الولاء التام للسلطة السياسية وذلك في محاولة من الوهابية لحماية نفسها من إبطال الدعوة الدينية فحرمت الجماعة المسلمة في نهاية الأمر من حقها في إبداء رأيها في المسائل السياسية طبعا هذا البحث فصل من كتاب الشرعية الدستورية بالأنظمة السياسية الإسلامية المعاصرة دراسة مقارنة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وهنا نتحدث عن النظام السعودي شرعية القوة وبالرغم من وجود مدارس سنية قديمة وحديثة تؤمن بالشرع أو الديمقراطية إلا أن النظام السعودي الذي قام على القوة والسيف اختار ما يناسبه من نظريات سياسية تؤمن بشرعية حكومة الأمر الواقع أو تبرر العنف أو تعتمد على الشرعية الدينية وساعده في اختيار ذلك انتماؤه إلى المذهب الحنبلي السلفي الوهابي وقد استعرضنا في الفصل الثاني من الباب الأول من هذا الكتاب رأي الإمام أحمد بن حنبل الذي أصل لشرعية الحكام الذين يستولون على السلطة بالقوة وقال بوجوب السمع والطاعة لأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن تغلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين كما استعرضنا رأي الشيخ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الذي يعتبر ملهم الحركة السلفية الوهابية الحديثة والذي ربط الشرعية السياسية بتطبيق الشريعة بغض النظر عن التزام الإمام بالشورى أو مجيئية عبر الانتخاب وأكد على أن الإمام الذي يطاع هو من كان له سلطان سواء كان عادلا أو ظالما وأفتى بجواز قيام الأنظمة السياسية على أساس القوة والقهر والغلب ووجوب الطاعة للحكام الذين يأخذون البيعة كرها وقسرا واستعرضنا أيضا أقوال مؤسس الحركة الوهابية الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي ألغى جميع شروط الإمام الشرعية التي كان يؤمن بها أهل السنة وقال بأن الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء ولن يهتم محمد بن عبد الوهاب كثيرا ببحث طبيعة الإمامة في الإسلام ودعا إلى طاعة الحاكم حتى لو كان جائرا فاسقا ما لم يأمر بمعصية حتى لو جاء إلى السلطة بقوة السيف وهو ما شكل القاعدة الأساسية للفكر السياسي السعودي الوهابي في الدولة السعودية الأولى اللي امتدت من 1744 إلى 1818 وامتد هذا الفكر ليطبع الدولة السعودية الثالثة المعاصرة التي نشأت في بداية القرن العشرين وربما استعار أوليسعود أيضا شيئا من الفكر القدري الأموي الذي يعتبر الملك منحة من الله واختيارا منه لآل سعود لقيادة الأمة كما لاحظ بعض أساتذة العلوم السياسية كالدكتور ماهر عبد الهادي في كتابه السلطة السياسية في نظرية الدولة الذي يقول فيه أن من يلقي نظرة على تصريحات الملك سعود والملك فيصل لوجد في طياتي هذه التصريحات ما يشير إلى أن إرادة الله قد شاءت بأن يكونوا ملوكا يحكمون المملكة العربية السعودية وإضافة إلى تبرير الاستبداد امتاز الفكر السياسي السعودي الوهابي عن الفكر الحنبلي أو التيمي بتكفير عامة المسلمين ووضع شروط متشددة على تحقق صفة الإيمان والتوحيد والمبادرة سريعا إلى التشكيك بإسلام الناس واتهامهم بنقضي عرى الإيمان خصوصا المعارضين لهم وقد أدت هذه السياسة إلى حدوث توتر دائم بين الوهابية والجماهير المسلمة والعداء لمختلف الطوائف والأحزاب والتيارات الإسلامية حتى الآن مثلا إخوان مسلمين صاروا إرهابيين وحماس صارت إرهابية وإقامة العلاقة معها على أساس الفتح والاحتلال والأنف والقهر والغلبة وهو ما أدى إلى تركيز السلطة بيد آل سعود المتحالفين مع الحركة الوهابية بقيادة آل الشيخ وقضى على أي إمكانية للتواصل مع الجماهير أو إقامة علاقات تمثيلية ديمقراطية معها تقول الدكتورة مضاو الرشيد ركز المشروع السعودي الوهابي منذ البدء على اتهام المجتمع بالشرك لذلك لا بد من تطهير دينهم وتصحيحه ففرض عليهم ذلك الإذعان لرغبة آل السعود السياسية ولم يعد الخروج عليهم عملا سياسيا بل معصية وانتهاكا لمبادئ التوحيد فأصبحت طاعة أولي الأمر فرضا دينيا وجزءا من عبادة الله وتعتقد الرشيد بأن الوهابية تساوي بين طاعة الله والرسول وطاعة أولي الأمر من الأمراء والعلماء وأن تلك المساواة تعطي مسألة الخضوع للحاكم أهمية كبيرة وتزيل أي تشكيك في دور أولي الأمر وهو ما يشجع الإذعان التام لهم ويعيق الانتقادات التي قد تتناول للأمر ترجمة نانسي قنقر